موسيقى مرحبا حضراتكم معنا مرة تانية موضوع مهم هنتكلم فيه وإحنا بنقول عايزين نبني دولة دولة حديثة دولة متقدمة من الأشياء المهمة في الملف ده إنك تشتغل على استخدام التكنولوجيا الحديثة التحول الرقمي المشروع اللي الدولة شغال عليه دلوقتي إنه المواطن يقدر إنه هو يحصل على أي خدمة من أي جهة حكومية وهو قاعد في بيته يعني بتقلل الفساد بتقلل البيروقراطية يعني الدرج المفتوح إنه يكون فيه وسيط وما إلى آخره طيب إزاي ده بيتم إيه الخطة اللي شغال عليها الدولة يمكن من أيام كانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري نشرت بعض المعلومات لها علاقة بالخطوات اللي بتتم دلوقتي علشان التحول الرقمي وده يكون معمم في كل الجهات وكل المصالح الحكومية ويعني يبقى المسألة لها مردود إيجابي على المواطن في الخدمة وتسهيلها سرعتها زي بقولكم بقية الفساد والكلام ده كله إيه الشغل المعمول في الملف ده وإيه أهميته ده اللي هنتكلم فيه مع ضيوفنا اللي برحب بيهم برحب بالمهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات أهلا وسهلا بحديث أهلا بحديث دكتور علي الإدريسي الخبير الأقتصادي أهلا وسهلا بحديث أهلا بحديث 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 فكلمنا عن ده وبرضو تقديرك أو تقييمك ليه الخطوات اللي خدتها الدولة لتحقيق اللي بنتكلم عنه مفهوم التحول الرقمي هو استخدام الأليات الحديثة والتكنولوجيا الحديثة والاعتماد عليها بدل الحاجات الورقية آه ده فكرة التحول الرقمي وهو الاعتماد ممكن موقعات في بلده آه بالضبط ولما ييجي هنا برضو الإجراءات اللي بيعملها كلها بتبقى حاجات ممايكانة آه بتسهل الإجراءات كلها بشكل كبير مع أن هي بتقلل نسبة الأخطاء لأن اللي بيقوم بالعمليات دي بيبقى الكمبيوتر لما هي بتجي عملي إجراءات ورقية غير الإجراءات اللي من خلال أجهزة كمبيوتر آه بيزيد الإنتاج لو في مصنع أو في شركة بيزود الإنتاج فهو فكرة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والأدوات المتاحة في زيادة الإنتاج والتطوير والتطور وده عامل من العمل الرئيسية في التنمية لأي دولة من الدول ما فيش دولة هيحصل عندها تنمية اقتصادية ولا نمو اقتصادي من غير الاعتماد على التكنولوجيا وطبعا أما نقول التحول الرقمي يبقى معاها لطول الشمول المالي ده لازم وجهين لعملة واحدة الشمول المالي اللي هو برضو من الحاجات اللي هتقلل الفساد وبتعتمد على التحول الرقمي يعني بمعنى لما يبقى فيه تحول رقمي واعتماد على التكنولوجيا وفيه معلومات موجودة عن الشخص بالكامل من خلال الكمبيوتر من ناحية بقى ممتلكاته دخله مصاريفه والحاجات اللي هو بيملكها عمتا من عربية للأسرة كان فرض الكلام ده كله كل ده موجود على الكمبيوتر وإجراءات التحول الرقمي سهلة ليه ده بعد كده بيقى فيه نتاج إنه قدر أعرف الرجل ده لو حصل إنه هو اشترى حاجة لو بيه فيه معاه شمول مالي اشترى حاجة بقيمة كبيرة جدا لا تتناسب مع دخله يبقى فيه حاجة غلط بتحصل ففكرة التحول الرقمي معتمدة على التكنولوجيا والأجهزة والتطور الحديث عشان نزود الإنتاج وفي نفس الوقت لازم بيقى معاه شمول مالي عشان النتاج بتاعتها كمان تبقى أكبر جبير دكتور علي كخبير اقتصادي زي ما قال مش مهندس وليد دلوقتي إنه التحول الرقمي ده بيكون ليه مردود اقتصادي إيه المردود يعني إزاي بيساهم إنه يبقى فيه دولة متقدمة في دخل على المستوى كمان العالم خلينا نقسم الموضوع أو الإجابة للشقين شق مطبط بيئة المواطن وشق آخر مطبط بيئة المستثم إحنا للأسف الشديد لسنوات طويلة جدا كنا بنتكلم دائما إنه من معوقات الاستثمار البروقاتية والروتين والفساد لغاية للأسف إنها بقت العادة بتاعتنا إن إحنا نتحدث عن هذه المشاكل كجزء من حياتنا الطبيعية تعايشنا معها تعايشنا معها وده كان خطأ شديد جدا الدولة لما قررت إنها يبقى فيه فعلا استراتيجية واضحة نحو التحول الرقمي وأكد كلام المهندس وليد في الجزئية الخاصة بإنه لازم كان يبقى فيه شمول مالي لأن الاثنين واجهين لعملة واحدة ما قدرش إنها تحول لقميا وإن أنا ما أعملش شمول مالي بالتوازي معاها ده ليه مرضوط بقى على المستثمار إزاي إن أنا بتغلب على معوقات الاستثمار بكافح الفساد اللي بيواجهه بحارب البروقاتية والروتين بقدر أدمنه خدمات بشكل أسهل بشكل أسهل أبتدي إن أنا أحقق مستوىات أعلى في التنفسية وممارسة وسهولة الأعمال وده جزء مهم جدا الوقت بالنسبة للمستثمار تكلفة الفساد بالنسبة للمستثمار تكلفة أخرى كل دي مشاكل كان بتعوق الاستثمار وتضفق الاستثمارات إزاي إن أنا أقدر أتحرك وتحول لقميا إزاي إن أنا أقدم له خدمات أسهل المستثمار كان بيعدي على بيمر بعديد من الجهات وبياخد فترات كرويلة جدا عشان يبدأ مشروعه إزاي إن أنا أقدر أقدم له خدماته طب بالنسبة للمواطن العادي اللي عايز مثلا يطلع شهادة ميلاد رخصة الكلام دا كله هل يكون بمقابل أعلى ولا أقل عن طريق تحول لقميا الشيطة تاني من الإجابة إزاي إن المواطن يقدر إن هو يحصل على الخدمات الحكومية بشكل أسهل بشكل أسرع خلينا نبسط الكلام يبتدي ينسى موضوع الخزنة اللي بتقفل الساعة 12 يبتدي إزاي إن المواطن دوت يقدر إن هو ما يواجهش فساد ما يقدرش إن هو يفضل وقف في طبور كبير جدا قدام الخزنة أدفع عشان أخلص ما أصلح بالضبط لا دلوقتي أنت عن طريق بقى ديبت كارد أو كريد كارد أو حتى كارت ميزة اللي يمكن تم إصداره منذ أيام قليلة وتم إصداره بالمجان اللي مدة 6 شهر دوت إزاي إن المواطن يقدر يستخدمه ويقدر إن هو يدفع بي عديد من الرسوم الحكومية يعني أنا شخصيا كنت بجد دخصة عبية خلاص عن طريق الكارت أنا قدرت إن أنا أدفع الرسوم دي هنا معلش يا مش مهندس يعني دلوقتي برضو ثقافة المواطن والبنية التحتية اللي عندنا والسيست الكلمة لها أقول لك أصل السيست موقع أصل مش عارفة إيه أصل الكارت والله المغرطة اللي فيه مش قد كده بص حضرتك اللي بتقولي ده كله أنا شفته بعيني في أماكن كتير جدا ده بيرجع لعامل واحد التوعية الكافية للمواطن باستخدام التكنولوجيا ما ينفعش حضرتك النهارده أن يعمل تحول رقمي من غير وجود ودي كلمة أنا بقولها في كل الأماكن ممبر للنشر ثقافة الأمن المعلوماتي الممبر ده هيواجه قلة خبرة المواطن مش عايز أقول جهل المواطن حاجات كتيرة جدا يعني إيه براء الأمن المعلوماتي يعني أعرف المواطن التعامل السليم مع التكنولوجيا وإزاي يقدر يستفيد من التكنولوجيا المتاحة ليه لأن المفروض الناس دايما بطبيعتها أي حاجة جديدة بتبقى بتخاف منها مش عايز الجديد هو عايز اللي متعود عليه فأنا النهاردة لما عرف المواطن إزاي يستفيد من التكنولوجيا وتعامل معه بشكل سليم هيقدر يتعامل مع التحول الرقمي بشكل سليم هيقدر يواجه الشائعات بشكل سليم هيقدر يميز ما بين الشائعات فالاستفادة في أكتر من اتجاه هنقل الأضايا بتاعة التحرش والاتزال الجنسي لأطفال والحاجات دي كلها لأن أنا وعيت المواطن المواطن ده اللي هو الطالب اللي هو ولي الأمر اللي هو لشغال في جهة حكومية هقل الحوادث الاخترقات في الأماكن الحكومية اللي بيتم من خلال استغلال المواطن في الجهة الحكومية لأنه برضو فيه شقة آخر هنعمل تحول رقمي والناس اللي في الجهات الحكومية بتشتغل على الكمبيوتر وهي مش عارفة إزاي تحمي البيانات اللي بتشتغل عليها وهي إزاي مش عارفة تتعامل مع سيستم الجديد عشان تقوم بالعملية في أقل وقت ممكن بأكثر نتيجة مطلوبة بدقة عالية وهذا برضو مشكلة تانية يبقى لازم يبقى عندي ممبر الممبر ده دوره نشر المعلومات إفادة المواطنين بالتعامل مع التكنولوجيا على المستوى العام وفي الأماكن الخاصة كلهم على مستوى في الحاجات اللي تخص بقى التعامل مع الأجهزة والسيستم الحديث أقوله إزاي تعمل معا لكن إيه القيمة في وجود تحول رقمي وناس تروح مثلا المرور جاية تدفع بالكريدة كارد علشان الشمول المالي والكلام ده فيقوله لقص للسيستم عطلان يا إما تيجي يوم تاني يا إما حركة تدفع على الألف جنيه خمسين جنيه لأنك هتدفع كاش فوق الخمسمية لأنه هو فيه غرامات معمولة على الدفع الكاش فأنا النهاردة كواحد موظف واخد أجهزة أدفع خمسين جنيه زيادة على الألف ولا جي يوم تاني أجهزة لا أدفع خمسين جنيه زيادة على الألف فبقت عبق على المواطن مع أن فيه ناس برضو بتواجه التكنولوجيا والتحالو الرقمي بعنف شديد أنه هو ما يحصلش لأنه ده هيمنع الفساد مش هيقدر فتح الدرج والعملات والفساد اللي احنا عارفين أصحاب المصالح أصحاب المصالح بالزبط فده بيحصل كتير فياجب أن يكون فيه رقابة ياجب أن يكون فيه توعية كافية علشان نستفيد من التحاول الرقمي ده ويمقى معاه تطبيق للشمول المالي كمان الاتنين متوازين مع بعض مع التجارة الإلكترونية لأنه هم التلاتة محاول رئيسية جزئية يمكن البعض متخوف منها أنه مع التحاول الرقمي ده هيكون بداية الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة هل الكلام ده دقيق ولا ممكن على العكس يفتح أفاق لعناصر تانية جديدة شبابية مثقفة عندها خبرة تكنولوجية وبكلام ده يتم تطعيمهم أو يعني يدخلوا يتضفروا مع جهاز الإداري للدولة وتنقل خبرة فتنهد بي على مستوى العالم كله دايما فيه وظائف بتنقرد ودايما فيه وظائف جديدة ده يعني دي سنة الحياة الدنيا كلها إحنا لما ظهر التليفون محمول على سبيل المسال في مصر ظهر مع شركات وظائف جديدة وعاملين في هذا القطاع بالألاف ومالملايين هي دي سنة الحياة فكرة أن الجهاز الإداري يبتدي يستغنى عن موظفينه الفكرة دي يمكن دلوقتي بيتم ترتيب الأولويات وعادة نقل الموظفين من جهة اللي جاءة أخرى أو يمكن ده كمان زي موشحون سيقول ده جزء من حرب المصالح برضو وجزء كمان مطابق به التدريب والتأهيل اللي بتقوم به الحكومة اللي هي موظفيها بحيث أن هو يقدر يواكب التغير والتحول اللي احنا بنقوم به يعني هي الفكرة كلها أنا مش معناه أن أنا بستغنى عن الموظف ده في الجهاز الإداري وأن أنا بستبدأه بواحد آخر لكن أنا قادر أن أنا أعيد تدريبه بحيث أن هو يبقى مؤهل لتقديم الخدمة بالشكل الجديد وترضى أن هو فعلا يبقى مساعد بس أنا بأكد على جزء فعلا أن في أصحاب مصالح ممكن يكون بالنسبة كبيرة هو رافض عملية التغيير ديت وبيبتدي أن هو يعرقلها لأنها ممكن تخصر ومصالح كانت بتتولد لي لكن في رد الدولة وفي حكومة وفي رئاسة بتتحرك بقوة في الملف دوت وفي كمان استجابة من جانب عديد وعديد من المواطنين اللي شايفين أكيد لما هو يحصل على الخدمة بتاعته وأنه هو يستخرج الشهادات الميلاد وغيرها من هذه الخدمات الحكومية بشكل أسهل وبشكل يمكن يكون بيتمتع بالشفافية المطلقة ده جزء هو كان بيطالب بيه من سنوات طويلة جدا إزاي كمان المستثماء اللي كان بيطلب إزاي أن يبقى فيه سهولة فيه ممارسة أعماله في مصر إزاي أنه هو سريعة كده ومحددة الخطوات اللي خدتها الدولة وعدد من الإجراءات اللي اتخذت في إطار التحول الرقمي وارجع أحدكم مرة تانية عشان أسمع تعليقكم أو تقييمكم ليها ماشيين صح اللي إحنا لسه محتاجينه أكتر أو هنشتغل عليه أكتر خلال الفترة الجاية تفضل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة وده كان عدد من الإجراءات والخضوات اللي خدتها الدولة خلال الفترة اللي فدت علشان نتحول رقميا والشمول المالي وعدد من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات لتحقيق الهدف ده طيب أسمع تقليقك الأول بشمهندس يعني تقييمك إيه اللي إنت شايف إحنا ماشيين فيه بخطة سبتة خطة سريعة أو إيه لسه المنطقة اللي لسه محتاجين متحرك فيها أكدر هو مبدئيا إحنا بنتحرك بخطة سريعة جدا 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 ولكن فيه من وجهة نظر المشهد العام فيه بعض القصور القصور ده زي ما قلت الحرك نمرة واحد ما فيش التوعية الكافية للمواطن بالتعامل مع التكنولوجيا نمرة اتنين في بعض الشركات الكبيرة ما هياش مأمنة المواقع اللي عليها بيانات بعض المواطنين بالشكل اللائق والبيانات دي بتحتوي على بيانات مالية لكروت اقتمان للدفع للخدمات عندها مش متأمنة بالشكل الجيد نسبة كبيرة جدا من الشركات اللي بتقدم خدمات أونلاين ما بتتبعش المعايير الأمنية للموقع اللي هي بتستخدمه المجلس الأعلى للأمن السبراني بيقوم بدور كبير في الوقت الحالي بس بيقوم بدور كبير بعد وقوع الحادث يعني حضرتك النهاردة شركة بنية تحتية شركة كهرباء شركة غاز شركة مية بتعملي موقع الموقع ده طبعا ما لهوش معلومات خطيرة ولكن بيمثل الجهة فلو حصل اختراق للبيانات العادية اللي بحطوها عليه فدي هتبقى مش حاجة لطيفة للجهة طب عايز أقل لك سؤال بالمناسبة دي قبل من سيب الحتة يعني رئيس عبدالفتاح السيسي اتكلم أكثر ما رأيه عقل مصر فترة وحن نكلم عن تحول الرقم بزبط يمكن دي لغير المتخصة تبقى صعبة اللي هو ايه عقل مصر وموجود في مكان وتحت الأرض ده معنى ايه ده معنى ان الخوادم والأجهزة الخطيرة اللي بتحتوي بيانات المواطنين يتم حمايتها في مكان بعيد عن قنابل عن اي حوادث ممكن تحصل ومؤمن بشكل جيد لانه خروج البيانات دي هيبقى مش لطيف للدولة المصرية لانه ده معنى بيانات المواطنين كلهم ولكن زي ما البيانات دي مهمة اللي موجودة في المكان ده يجب لكل الشركات اللي بتقدم خدمات تراعي المعايير المناسبة للموقع بتاعها ويبقى فيه ضوابط وقليات دي مفتقدينها دلوقتي ان الشركة اللي تمثل بنية تحتها للدولة قبل ما تطلع بالموقع الالكتروني بتاعها يتم مراجعته من قبل المجلس الالأمن السبراني ويتقال الموقع ده امن بالشكل الكافي ولا مش امن بالشكل الكافي لان الى الوقت الحالي اللي بيحصل فعلا من المجلس الالأمن السبراني انه هو لو حصلت مشكلة هو بيتدخل ويحلها طيب احنا ليه ما نحاولش نمنع المشكلة باننا نهارده قبل ما تحصل هحط موقع هعمل حاجة لازم امن اراعي معايير مش شرطه هو اللي يعمل بس فيه معايير واضحة وقالية واضحة واستراتيجية واضحة للناس كلها تتحرك من خلالها علشان نمنع حدوث اي حاجة عزين دكتور علي يمكن احنا بالنسبة انا شايف ان الجزء المطابق بالقوانين وتشريعات المنظمة للملف ده اعتقد ان احنا محتاجين يبقى زي ما عملنا يمكن في الجانب الاقتصادي عديد وعديد من القوانين الخاصة بالاستثمار والترخيص الصناعية وغيرها من هذه القوانين اعتقد ان محتاجين حماية بيانات ومعلومات التجارة الالكترونية دي كلها قوانين محتاجة ان هي كمان تبقى موجبة للتغيرات اللي احنا مقبلين عليها لان لازم يبقى فيه قانون وتشريع يقدر ان هو ينظم التعامل ده ده جزء جزء التاني ببنية تحتها الرقمية اعتقد ان في مصر مازلنا محتاجين جهود اكبر اللي حصل في الفترة الاخيرة محدش يقدر ينكرون فيه فعلا جهود بدأنا اشتغلنا لكن مازلنا مازلنا نحتاج المزيد لان مواطنين ما زال لديهم العديد وعديد من الشكوى عن خدمة الانترنت في مصر واسعارها يعني عشان نبقى نتكلم بمنتهى الصراحة محتاجين اكيد جهود اكبر لان خلاص انا هعتمد على الانترنت لازم تحتاج عندك تمام وتشريعات المكملة تكون برضو موجودة اكيد لازم الخطرات دي تبقى موجودة ومش عاوز كمان ان حتى موضوع الوعي ابتدي به متأخر بالاجالي الكبير ده نازم طلبة المدارس يبتدي معايا الوعي مشكلتي ان انا براهن دايما على المواطن ان هو يعني هيعرف كل حاجة الواحده وان هو يعلم نفسه بنفسه لا احنا شطرين برضو احنا شطرين وعندنا يعني شطر لكن العلم العلم مهم وازاي ان انا اعرف ايجابيات الشيء وسلبياته ده جزء مهم وازاي ان الدولة عن طريق مؤسساتها تقدر ان هي تقدم فعلا الوعي الكافي للمواطن علشان يقدر يستفيد من الاجابيات ويظهر ان هو يحارب السلبيات لان على فكرة احنا لما دولة بتحب تحارب دولة بتحاربها عن طريق سلبيات التكنولوجيا وعن طريق نقاط الضعف والقرصانة وخلافهم من هذه الامور اللي بتضمر اقتصاد والشيء بالشيء يوسكر فين اللايحة بتاعت قانون مكافحة جرام تغنيت المعلومات اللي تصدع لها من فقامة رئيس الدولة بتاريخ 12 اغسطس 2018 ما بالزبط عشان نافذ القانون عشان فيه قانون جديد بيتعمل دلوقتي حماية الابانت الشخصية علشان اقدر اعاقب الناس اللي تقوم بعملات اختراق او استهداف ده القطار التشريع بتكلم عنه عشان التحول الرقم انا بتكلم على الجزء كله بتاع القرارية بالضبط محتاجة فعلا جهود اقبر من كده وعي المواطن زي ما انا قلت محتاجين الطلبة بتكلم على التوعية تسقيف بتكلم على البنية التحتية وفي جزء اخير بالنسبة كمان للجزء الخاص بالشمول المالي وزي ان احنا بنتحرك في الملف ده بقوة محتاجين يبقى مصفات الادارية تبقى اقل من كده شوية علشان يبقى فيه اكبر عدد من المستفيدين طيب انا اكبرت المواطن ان هو بشكل او باخر لازم يتعامل بهذه الوسائل لازم يبقى مصفات الادارية اقل لازم يبقى فيه شفافية اكتر في التعامل في هذا الملف لان على سبيل المسائح عندنا اكتر من 9 مليون مواطن اصحاب المعاشات لما احنا ابتدين نصف لهم المعاشات عن طريق الماكيناتر لا فيه ناس كتير واجهة مشاكل في البداية بس دلوقتي المسألة الامور بايت اختلف يعني كل احوال انا سعيدة جدا بوجودكم معنا النهاردة لانه الموضوع في منتعه الاهمية وانت بتكلم على انك تبني دولة حديثة ودولة متقدمة تأخرنا كتير او يدول حوالينا قامت بدأة من سنين طويلة لكن يعني تماما الحمد لله ان احنا اشتغلنا على دا وبقت فيه خطة عند الدولة وعدد من الاجراءات اتكلمنا فيها بعض الخطوات اللي محتاجين نشتغل عليها اكتر علشان يتم بتحييل هدف دا انا بشكركم شكرا جزيلا بعتذر على الوقت شكرا مهندس والتحجج خبير امن المعلومات شكرا دكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي شرفتونا ونورتو شكرا بشكر حضراتكم اشتركوا في القناة